التقى صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجرس الوزراء حاكم دبي رعاه الله خريجي الدفعة الثانية من برنامج القيادات الاعلامية الذي تم اطلاقه في العام 2016 بتوجيهات ورعاية سموه ليكون البرنامج الاعلامي القيادي الاول من نوعه على مستوى المنطقة العربية والتي نظمها نادي دبي للصحافة بالتعاون مع كلية الدفاع الوطني في ابو ظبي بمشاركة نخبة من قيادات الصف الاول والثاني الاعلامية في الدولة وقد هنأ صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم الكوادر الاعلامية الوطنية المشاركة في البرنامج على اجتياز التدريب ضمن الدورة الثانية من البرنامج والتي استمرت لمدة ستة اشهر كاملة ضمن خطة عمل تستهدف اطلاق القيادات الاعلامية في الدولة على كافة المستجدات والقضايا الانية التي تحدث في العالم من خلال منظور استراتيجي ترجمة نانسي قنقر